كشفت تقارير صحافية عن بعض تفاصيل دفن الفنانة الكويتية الراحلة انتصار الشراح التي توفيت يوم السبت في العاصمة البريطانية بعد صراع مع المرض وكانت مصادر قد ذكرت لموقع إيتيب العربي أن الجثمان الراحلة سيصل إلى بلدها الكويت يوم الأربعاء الموافق له 4 أغسطس الجاري وأضافت أنه سيتم دفنها في نفس اليوم وهو الأمر الذي أكده مازن التميمي زوج انتصار الشراح لصحيفة الأنباء الكويتية قائلا إن السفارة الكويتية في لندن والمكتب الصحي يسعيان إلى أن يصل جثمان الراحلة الكويت بأسرع وقت لافتا إلى أنه سيصل مع زوجته إلى الكويت يوم الأربعاء بعد الانتهاء من الترتيبات في لندن كما حرصت تميمي على شكر سفارة الكويت في لندن وكذلك المكتب الصحي هناك على جهودهم الطبية منذ وصول زوجته الراحلة لكن هذا الكلام سرعان ما تم تعديله لاحقا كما عد إلى الموعد ليصبح الجمعة في ست أب نظرا لإجراءات نقل الراحلة وقبل ساعات أعلنت الإعلامية ميل عيدان الانتهاء من الإجراءات في لندن وأن الراحلة الشراح باتت في الطائرة في طريقها إلى بلدها الكويت حيث توارى الثارة وبدأت مراسم تشيع الراحلة عند الساعة التاسعة من صواحي اليوم في توقيت الكويت وتوفيت الفنانة الكويتية انتصار الشراح السبت في العاصمة البريطانية لندن عن تسعة وخمسين عام بعد صراع مع المرض وكانت الفنانة الكويتية الراحلة تعرضت لانتكاسة صحية وتم تحويلها إلى مستشفى في لندن ونعت وزارة الإعلام الكويتية انتصار الشراح من خلال بيان أكدت فيه أنها كانت تتمتع بأخلاق طيبة وسمعة طيبة طوال مسيرتها الفنية مما كان له أطيب الأثر في نفوس من زاملوها وعاصروها في العمل الفني وفي سياق منفصل نشرت الإعلامية الكويتية مي العيدان مقطع فيديو قالت إنه من ظهور للسيدة نورة السني زوجة علي بن الفنانة الكويتية انتصار الشراح وتضمن الفيديو حديث نورة عن طريقة تعامل انتصار معها لا سيما أنها في ذات الوقت خالتها وليست أم زوجها فقط لافتة إلى أن التعامل لم يصل لمرحلة تعامل الحما مع زوجة ابنها ولفتت إلى أن انتصار تعاملها كأمها وأكدت الزوجة هي أمي في كل شيء وما عندي كلمة أو صفها فيها هي حنونة ولطيفة وتسأل عني دائما بينما ظهرت انتصار على طبيعتها وظلت تبتسم فيما طالبت زوجة ابنها بأن تتحدث بالصدق عنها ولا تجاملها وتركت مي العيدان تعليقا على الفيديو قائلة ظهور نادر للمرحومة انتصار الشراح مع زوجة ابنها علي في لقاء تلفزيوني قبل عام بينما تفاعل البعض مع المقطع متمنين للفنان الراحل الراحة والمغفرة ترجمة نانسي قنقر